تعالوا الروح لماتش سموحة والزمالك ولو تفتكروا اللي طبعا انتهى بفوق السموحة 2-0 ولو تفتكروا انا قلت لكم بارح ان ماتش سموحة صعبة على الزمالك ماتش صعب وحكيت لحضراتكم وقلت حضراتكم ماتش سموحة صعب ليه اول حاجة صعب عشان توقيته توقيته انه هو جاي ما بين ماتشين في افريقيا وانت لسه خارج من ماتش خارج بنتيجة سلبية ده نعم رواح نمر اتنين طبيعة المنافس سموحة فرقة منظمة وزي ما احنا شفنا النهاردة وانا قلت لكم بارح لو محترمتهاش كويس قوي هتكسبك هتكسبك فرقة معا مدرب محترم وعندها لعيبة طموحة ولعيبة عندها طموح كبير والنهاردة بما اكسبهم باهم تلت الدوري فطبيعة المنافس ويه توقيت المباراة كل ده نخلي الماتش تريكي الماتش صعب على الزمالك الزمالك وده انا قلته لحضراتكم حضراتكم بارح لكن وانا بتكلم مبارح عن ماتش الزمالك عمري 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 ما كنت اتخيل ان كارتيرون هيعمل كده في التشكيل وهيغير كل اللعيبة دول يعني الطبيعي لما بتبقى عامز عايز تعمل روتيشن او عملية التدوير وعندك ضغط ماتشات انا عارفين الزمالك عنده ماتش تاني في انجولا قريب يوم السبت صح؟ يوم الحد يوم السبت فالراجل عنده سكواد بيلعب به عشان يستفيد من كل عناصر ايه مدرب في العالم ايه مدرب في العالم مش مضحي ببطولة من الاتنين وحط تحت كلمة مش مضحي او جملة مش مضحي ببطولة من الاتنين دول مليون خط لما بيجي يعمل روتيشن مهما كان اجهاد لعبته ومهما كانت الحالة بتاعت فريقه بالكتير بالكتير لو هو لو هو يعني راجل مفتري هيغير اربع عناصر ويسبت ست عناصر من التشكيل لازم الف بيه روتيشن انما ان انت النهاردة تخش تلاعب فريق زي اسموحة فريق بينافس على المربع فريق بينافس على المربع وكسبان اخر طلب متشاط في الدورة تخش تلاعبه بالتشكيل اللي احتياطي بتاعك كله كله او 80% منه يبقى انت يبقى انت مضحي بالبطولة انت مضحي ببطولة الدورة واللي فهم كارتيرون ان جمهور الزمالك عايز يضحي ببطولة الدورة غلطان جمهور الزمالك بطولة الدورة بالنسباله في نفس الاهمية بتاع بطولة افريقيا بطولة الدورة وقلتلكم بارح بصوا على الجدول الزمالك بينافس على الدورة انت ازاي ان انت تخش تفتكر ان انت هتغير تمانية لعيبة من التشكيل وهتكسب بالذات بالذات ان بطولة كاسر ربطة بيناتلك ان فيه فوارق كبيرة ما بين الفرق الاسية بتاعتك والفرق الاحتياطي انا بحترم كارتيرون وبحبه ولكن النهاردة لما شفت التشكيل بصراحة كراجل زمالكاوي كنت هتجنن كنت هتجنن لان عارف ان الزمالك مش هيكسب بالتشكيل ده ما احترامي للعيبة اللي بتلعب لعيبة كلها محترمة ولعيبة كلها كبيرة بس انت النهاردة عندك قوام اساسي ابو جبل الجن الاساسي بتاعك ابو جبل جن مصر لازم يلعب ما احترامي العواد وعواد النهاردة مغلطش في حاجة بس انا بقولك لازم توصل رسالة للفرقة ان انا رايح اسكندرية اكسب انا مش مضحك بالبطولة دي انت النهاردة لما عطيت التشكيل ده انت وصلت رسالة للفرقة ان الماتش ده مش مهم بالنسبالي انا اللي يهمني الماتش اللي جاي بتاع افريقيا لما بتعمل حاجة غلط في الكورة وبتعمل حاجات غلط ربنا بيعاقبك وقلتلكم كده قبل كده مليون مرة النهاردة ربنا عاقب كارتيرون لانه عمل اخطاء كتيرة جدا اخطاء كتيرة جدا ما يعملاش مدرب مبتدئ ومحدش يسعل مني